اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية مستمرين معاكم في فقراتنا في نهارك سعيد وحلقة الويك انت و3 اغسطس 2013 لسه الغاد دلوقتي مصر كلها منتظرة تشوف ايه اللي هيحصل في اعتصام ربعة والنهضة لكن الاخوان المسلمين كل يوم يتحركوا يعملوا حاجة اول انبارح كانت المخابرات الحربية رحولها انبارح الامن القومي وطلعوا على مدينة الانتاج الاعلامي حاولوا يقتحموها السلاح شايفينوا على الشاشات كلنا وكمان بيحاولوا يستخدموا كل الوسائل التقليدية وغير التقليدية لكن يمكن خنهم التوفيق في الحركة اللي هم عملوها لما جابوا الاطفال ووكيل كلام كثير ان هم جاءوا بهم من كذا منطقة او من كذا دور لرعاية الاطفال لانه اللي هم عملوه ده انتهاك للميساق العالمي لحقوق الطفولة وده اكبر انتهاك ان استخدام الاطفال في النزاعات والحروب خلونا نتكلم التفصيل عن الوضع واعتصام ربعة لكلنا منتظرين فضوا ازاي بقى سلمي وهل العنف بشكل قانوني يستخدم ازاي مع ضفنا اللي مشرفنا سيادة اللواء اركان حرب نصر محمد سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق واستاذ العلوم الاستراتيجية سبعا خير فن اهلا سبعا خير في البداية عايزين نتكلم على المشهد اللي موجود على الارض واللي استمراره ابتدى يهدد البلد ومصالحها واستمرار سقوط شهداء كل يوم ومصابين جرى الاعتصامين المسلحين اللي بعيدين كل البعد عن السلمية بأي شكل من الاشكال وتصريحات النلاسلمية بعد اليوم وانه اعلنوا مجلس حرب مش عارف في سينة يعني بنسمع كلام كتير وتهديدات وسلاح ووضع كأننا كأن البلد كلها مخطوفة بسبب الاعتصامين دول حضرتك شايف الموقف ازاي واستمرار حالة الجمود اللي احنا مش فاهمين هتنتهي امتا لغاية امتا اولا الوضع اللي موجود حاليا في ميداني ربعة والنهضة وضع في منتال خطورة ويؤثر على الامن القومي بشكل مباشر وكل دقيقة بنتأخر فيها في اتخاذ اجراء مضاد ليه احنا اللي بنخسر الامن القومي بيهدد وانا هتكلم عن حاجتين محددتين بالزبط رغم كل اللي تكلم ده انا ما انا ايه اذا سمحت لي هتكلم عن حاجتين فضل يا فلا الحاجة رقم واحد اللي هي اللي بيحصل في سينة اللي بيحصل في سينة ده لما يجي واحد من ميدان ربعة ويقولك لو جريج امورسي اللي بيحصل في سينة ده هتوقف فورا ببساطة شديدة معنى ان هناك اتصال هناك قيادة لما يحدث في سينة من ميدان ربعة وده تحديدا البلتاجي عشان البلتاجي تحديدا طيب الكلام اللي احنا شرحناه كتير جدا وقلناه قبل كده ان الارهاب ليه طريقتين في التعامل عايز اضيف على كلام حضرتك قبل ما نقول الارهاب انه كمان صفوة حجازي اكد الكلام وقال للشرطة زي ما عملنا فيك ويوم 28 هنعمل فيك ويوم 28 تم حرق الأخسام واعتقد انه يعني ده اعتراف صريح بانه هم اللي حرقوا الأخسام يعني انا عايز ايه الصورة واضحة وزي ما بقوله ليس مع العين فين الناس كلها شايفة انما بس انا عايز اوري في حاجات نقطة معينة انوضعها للناس نقطة رقم واحد زي ما بقول لحضرتك الارهاب ليه طريقتين في طريقة ان انا امسكه امس اتتبع حتة حتة زي ما بقول تقطيع الأطراف لحد ما ايه اخلص عليه ودي بتاخد وقت وخاصة في مصرح زي المصرح السيناء ده ممتد الأطراف ومتسع جدا وليه طبيعة خاصة طريقة التانية اللي هي الحاسمة قطع رأس الأفعة طيب مجرد ما بتمسك الرأس بتاعة الأفعة او بتاع الارهاب دي خلاص بتتوصل لباقي الخلايا مباشرة من اقصر طريق وبفكر بعبدالله اوجلام بتاع حزب الايه العمال التركي الكردي لما كان موجود خارج السجن قبل ما السلطات التركية تقبض عليه كان حزب العمال الكردستاني موري الأطراك الويل وفي كل مكان بمجرد ما قبضوا عليه كل الكلام ده انتهت طيب سيات اللي هو فيه اخبار كانت موجودة في اليومين اللي فاتوا انه العملية في سيناء بتتقدم وانها في مرحلة الحسم دلوقتي وكان كلام انه اخبارك وانه انتهى يعني انتهى الجزء الاعظم من العملية حسب ما التصريحات قالت انا معاك ده ده حاجة وده حاجة كون القوات هناك وبعدين انا عايز اقول حاجة ان ايه ان ليس كل ما يتم بيعلن اما مفيش تفاصيل بالزبط مفيش تفاصيل كان لكايد لا تستفيد منها هذه الخلايا الارهابية التي تعمل في سيناء ده حاجة انما عايز اقول ايه هناك مبرر اساسي ان في قيادة بتعمل من احد هذه الميادين ولا علاقة بيهم ايا كان ده 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 النقطة اللي انا بقولك ايه تهديد لأكتر اتجاه استراتيجي في مصر اللي هو اتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي الذي اصبح كأنه رهينة في ايد الاخوان بيسوموا عليه بيسوموا بالاتجاه الاستراتيجي وبيسوموا بارواح ابنائنا يا تخيل انت الجيش بتاعنا ده ابنائنا من ضباط ومجندين ومخلافه لا يأمنوا لو واحد جنبه اخواني في الجيش ممكن يأمل فيه ايه مدام وصلنا لحد الخيانة دي اذا انا لو جنبي اخواني في نفس الصف بتاعي مجند لا اأمن له لان علاقته اولاءه اساسا للجماعة وليس اولاءه للوطن هذه الجماعة لا تعترف بشيء اسمه تراب وطني اعترفه بالتنظيم العالم بتاعه معالم الاخوان وليس عالم مصر وهذا اخطر ما في شيء فانا عايز اقول ان الاخطر حاجة هنا دلوقتي هو ما يحدث في هذا الاتجاه واسرائيل سعيدة بكده او اعترف تكر ان اسرائيل اه نساقت معانا بان قواتنا تدخل وما فيش مشكلة انما عايزة تستنزف اكبر قدر من قواتنا في شيء بجزيرة سينة طيب سيادة اللواء الناس اللي قاعدة في البيت دلوقتي بتقول طب ما الشعب نزل وفوض الفريق السيسي لمقاومة الارهاب من 8 ايام وكان منتظر نتيجة حتى اللحظة الشعب كله قاعد عمال بيسأل السؤال لماذا لم يتم فضل اتصامات حتى اللحظة والتعامل مع الارهاب ده كلام جميل جدا عشان بس نعرف وفعلا السيسي هذا الرجل الذي تتسع امته لامال امته رجل ده اللي فوضه هذا الشعب ده انا عايز اقول ان شاء الله عند حسن ظن هذا الشعب ولكن هل السيسي هو وحده هو في القيادة خلي بال حضرتك ان هناك احنا في دولة ولها حكومة مدنية ولها رئيس طبقا للدستور او طبقا للوضع للثور اللي احنا فيه ولكل العالم بيحاسبنا عشان ان ده ليس انقلاب عسكري وانها ثورة شعب الجيش وعف الى جانبها هذه القيادة اللي موجودة هي التي يجب ان تتحمل مسئوليتها وان يكون القرار جماعي صحيح اه الارهاب هتصفى هذه التهديدات وهذه العدائيات هتتصفى تمام ولكن هنا لابد ان يكون القرار فيه حسب كل المجموعة اللي دخلت في مجلس الوزراء او في مستوى على مستوى الرئاسة وانا بقول من اول الرئيس لنائب الرئيس اللي بعدين يتحملوا المسئولية مش فيه ناس دخلة عاملة زي الديب بيهاجم بظهره بيفكر في الارتداد من الاول اذا نجحوا انا معاهم اذا فشلوا انا كنت رافض هي دي المشكلة دلوقتي حضرتك دلوقتي بتقول انه مطلوب يكون الحكومة واجهاز الدولة ياخذ مواقف اكتر حسما حتى لو افترضنا انه او اتفقنا مع كلام حضرتك انه كان فيه ضغوط لتصوير ده لانه انقلاب عسكري لكن عدينا اعتقد المنطقة دي بقلنا يوم او اتنين بعد الاعتراف الامريكي الاخير من وزير الخارجية الامريكية انه لا دي صورة شعبية وسندها الجيش وده الجيش انقذ الشعب من ديمقراطية يمكن هو ده اللي كان العقبة الرئيسية والمشكلة الدولية والازمة في الاتجاه ده طيب حتى لو كنا مستنين ده فده خلص طيب احنا مستنين بقى ايه برضو دلوقتي واللي حصل انبارح ده تعريفه ايه يعني مهاجمة مدينة الانتاج الاعلامي وشايفين القرطوش على الهوى بيتصوروا هما بيدربوا على المدينة وطلعوا على الامن الوطني مبارح في مدينة ناصر وكانوا واقفين في الالف مسكن وكانوا واقفين في حتة تانية مبارح اتخذ مصطفى محمود وبعدين نهاية ده ايه وايه اللي معطل يعني حتى لو الاعتراف الدولي طيب الاعتراف الدولي اهو ابتدت تتولى الاعترافات في كل حتة في الدنيا ايه اللي معطلنا دلوقتي اللي معطلنا دلوقتي زي ما قلت حضرتك أولا يعني أنا مش موافق أن نعطي للوضع الخارجي أكثر من حق إحنا هنا دلوقتي فيه طفويل داخلي أنا معاك وهذا هو قبلتنا التي يجب أن نتوجه إليها ونعمل الحساب الرئيسي ليه ولكن زي ما قلت لحضرتك على مستوى القيادة أو الرئاسة الدولة فوضت الداخلية وأنا معاهم أنهم يبدأوا الأول بالداخلية بوسائلها كنوع متحضر وإن كان كل يوم فيه خسائر أكتر واختبال حضرتك ليه يعني قد أتقبل أو أتفهم هذا المعنى على أساس إحنا شفنا في المرتين اللي حصل فيه مواجهة الخسائر بتاعت الجانب الإخوان كتير جدا ويمكن الرأي اللي تقال حتى وهم يخلي بالك أن أي جسس من عندهم ما بيخلاش تتشاء تروح المشرحة ليه لأن السابت من المعلومات أن أي حد مجرد ما يحسن اشتباك فيه الناس اللي هما في التنظيم الخاص بتاعهم اللي موجودة ده جمع من الإخوان هي اللي بتقتل هؤلاء المتظاهرين أو هؤلاء اللي معاهم هما من جانب الإخوان بتقتلهم من الخلف الموضوع ده قتلة بحسن طبعا في الأيام اللي فاتت عشان نرجع لنفس الجوز إيه اللي بيمنع دلوقتي فضل أتصام خصوصا أنه فيه كلام على ضغوط دولية يعني أول إمبارح جالنا المبعوث جنوب المتوسط الأوروبي لجنوب المتوسط بعد ما كاترين أشتن مشيت برناردينيو ليون والنهاردة مفروض أنه وفد الكونغرس جاي وبعض الصحفيين كتبوا أنه قد يكون مجيء عضواء الكونغرس يؤجل فضل الاعتصام وإحنا عندنا الوضع بيتفاقم برضو إحنا مستنيين إيه وفضل الاعتصام يتم إزاي مع الناس مقررة أنه هي بيقولوا إحنا نستشعر هنا ورفعين السلاح ولا يريدون التراجع عندها يبقى إيه الحل؟ أنا بقول لحضرتك دلوقتي هؤلاء الموجودون في ربع أو في النهضة هم مصريين بالدرجة الأولى واخد بالحضرتك والإخوان يعني أقول منهم لله نجحوا في أن يشكوا الصف حتى في البيت الواحد يعني ممكن تلاقي أخ معهم وأخوه التاني عكسه فاللي موجودين دول إحنا مش عايزين نقم المواجهة نقلل خسائب بقدر الإمكان لأن زي ما قلت لك حرصنا على حياة هؤلاء المواطنين المصريين بالدرجة الأولى هي اللي بتأخر شوي ده حضرتك قلت كلمة اللي الناس كلها فعندها نقلل الخسائر الخسائر نقللها دي هل في حد معين نقلله الخسائر يعني في الأول ولا في الآخر كيفية التعامل مع العنف بالقانون إزاي؟ أنت بتصل معهم بالدرجة الأولى بالتدريج يعني زي ما أنت شايف دلوقتي في بدأت الدخلية فعلا بإمكانياتها بتوجه لهم إنذاره وتوجه لهم ندقات هتبدأ تتحصرهم هتبدأ تفتح الطرق تمام؟ فإذا العملية واحدة واحدة إذا كانت العملية هينصعوا لهذه الأوامر وكفى الله المؤمنين القتال أهلا وسهلا أكتر من كده لا يبقى فيه فعلا تدخل صارم لفض هذا الإضراب أو هذا التعطيل للمصالح والمرافق بكل الطرق ولكن هي ما هي الإجراءات القانونية فندم للتعامل مع العنف يعني ها برضو فيه كلام على إنه فيه شهود عيان كثيرة وفيديوهات وصور كثيرة شفنا حاجات متغطية بتوش بالسواريخ شفنا سلاح شفنا ضرب خرطوش شفنا حاجات كثيرة والله إحنا منتظرين دلوقتي الدخلية هتتدخل هتبدأ تحاصر هذا المكان هتبدأ تفتح الشوارع اللي نزم على الطلاقة إذا ما تدخلوا ضدها بالأسلحة فهذا لم يصبح اعتصام سلمي ولكن ده يبقى اعتداء سافر على قوات نظامية ويجب التعامل معها فورا بكل الأسلحة خلينا بقى انتور الموضوع سنة ومعلومات كثيرة بتقول إنه فيه ناس من تنظيم القعدة وإنه فيه ناس من كتائب القسام موجودة وفيه ناس متصورة ويوم الحد الولايات المتحدة الأمريكية أفلى سفارتها في 14 دولة في الشرق الأوسط منهم مصر تحسبا لهجمات إرهابية قد تحدث ولسه فيه ظاهر إمباريح بالليل تسجيل صوتي لأيمن الزواهري ده حضرتك شايف كل ده إزاي ومجية أدواء الكونجرس النهاردة واللي الصحفيين بعض الصحفيين قالوا إنها قد تؤجل فضل الأسلام حضرتك شايف الوضع إزاي أنا شايف إنه زي بقول لحضرتك رغم إنه احنا بنتعامل مع المجال الخارجي بكل احترام ولا نعرضه ولا نخسر أي شيء في الخارج في سبيل يعني أنه ما نعملش حاجة خلط غلط تحسب علي ده إلا أنا أنا بقول لحضرتك إن فض الاعتصام هو مسألة داخلية بالدرجة الأولى وقد فوض الشعب الجيش والشرطة لهذا أما متى سيفض فأعتقد إن الموضوع ده كتل بحسا في خطة موضوعة وبدأ التنفيذ فيها إمتى؟ ده اللي احنا نشوفه خلال الساعات والأيام اللي جاية إذن الموضوع مش إيه يعني ما فيهش أقا ولا ولكن هو بالتدريج وبمجرد من القوات الأمن هتبدأ تتعامل مع هذي الميادين يعني هيبقى لكل حديث حديث إذا ظهرت أي أسلاحة فده مش هيبقى اعتصام سلم إطلاقا وهيبقى فيه فض بالقوة ما هو الوضع على الأرض يا فندم إنه إحنا شايفين صور وفيها أسلاح وفيها حاجات وبنشوف ده في الواقع وهم بيقولوا لأ إنه ما فيش وكل مرة بتحصل مصادمات ويسقط ناس والناس قاعدة في البيت عملا تقول لأ بلاش العنف طب ما هم هيموت من نوع من ناس طب إذا كان ناس ما قرر أن هي ترفع السلاح وناس مخزنة سلاح وناس قالت لا سلمية بعد اليوم وأعلنوا الحرب وبيخونوا الجيش وبيعملوا كل ده المطلوب التعامل معهم إزاي؟ ما عايز أعرف من حولتك الدرجات في التعامل معهم إزاي؟ يعني إمتى يجوز إطلاق النار الحي لأنه أنا برضو عايز أعرف إزاي الشرطة والجيش ممكن يتعامله والمفترض إنه الشرطة بس كمان حتى الجيش بعد عن الموضوع إزاي الشرطة مفترض إنها تتعامل مع السلاح؟ يعني الإجراءات إيه؟ أنا عشان نبقى فاهمين هذا الأسلوب مطلوب فيه ألا يتم برد الفعل كلام اللي أنت بتقوله كلام جميل جدا مفروضا عندي معلومات دلوقتي فيه أسلحة موجودة وعارف أماكنها وعارف فين الناس المسلحين فلا أنتظر لحد ما هم اللي يبدأوا بترب النار علي ده الصح أنا معاك واخت بالحضرات المفروض أنا اللي أبدأ بالهجوم طالما أنا مش مقولي صحة والغلط أنا بس ألا فاندي بإزاي أتعامل مع السلاح ده أما كون إن الناس دي بتتصرف إحنا هنا بالداخلية بنبدأ بالتدريج يعني ليس هناك ما يمنع ذلك في سبيل إن أنا إيه؟ أقلل الخسائر بقدر الإمكان يعني المسألة مسألة وقت زي بنقول إيه إن الجيش أو الداخلية بتتحمل على نفسها أكثر مما يجب إنما الصح أن تكون هي البادئة بالتصرف وليست متخزة رد الفعل لأن رد الفعل يعني إيه؟ يعني هستنى على ما اللي قدام يضربني وبعدين أرد طب ما هو قتلني الطلقة إذا طلقت الطلقة الأولى فيها الطلقة التانية مش بتاعتي فإذن صح أن أنا اللي أكون بادئ وليست صح برد الفعل ده أنا مش موافع عليه اللي بيحصل ولكن إذا كانت ده قرار الدولة والصورة قدامه أكثر أنا ما قداميش معلومات زي اللي موجودة قدام جهاز الشرطة دلوقت أو اللي موجود قدام مجلس الدفاع الوطني هم قدامه هذه المعلومات ويتصرفوا فيها ويجب أن نحترم هذا القرار اللي اتخذوه ونعلم تماما أنه في الصالح العام في الشكل كنوا تأخر أو ما تأخرش ده موضوع برجع لحساباتهم هم وبناء على معلومات عندهم مش عندنا موضوع أنه الناس بتقول أنه تأخر ممكن يكون بسبب أنه في أخبار مثلا مصدر الفوزات الدخلية قال من أجهزة الأمنية رصدت أكتر من خمسين إرهابي في مدان النهضة طبعين لعناصر حماس وأسلحة كتير موجودة في اعتصام ربعة وعشرة تانيين وقنابل يدوية داخل مسجد ربعة يدوية وجامعات القاهرة وحضرقة الأرمان وأسلحة خفيفة وتقيلة وحتى كل الخبارات العسكريين اللي تكلموا عن ما حدث في طريق الناصر قالوا أنه حتى الدوشم اللي هم حاولوا يعملوها أنها على شكل رجل غراب وأنه ده تفكير مش مصري دي ناس بتجهز أنها تعمل مواقع علشان تقوم وتضرب الأسلحة بأسلحة تقيلة وأنه الناس اللي جاية دي مدربة على استخدام جميع أنواع الأسلحة ولو وضفنا على ده الكلام الحالية كنا بنقوله من شوية أنا حدث قلت لي أنهما التنظيم الخاص بيدرب بعض الناس لتعظيم الضحايا طيب إحنا داخلين على إيه وهل الانتظار يعني هل طول فترة الانتظار ممكن يؤدي لنتائج عكسية أنا ده في رأيي صح أنا معاك وأنا أقول لك لو الأمر بإيدي أنا اللي هاخد المبادئة وسأهاجم فورا ولا أنتظر ولا انتخشى إذا حصل دم أو خلاص دول قتلة دول قتلة وأنا أعلم وعند معلومات بمؤكدة بأماكن الأسلحة وأماكن الإرهابيين دول لا أنتظر ولكن يجب أن نحترم قرار القيادة التي تدير هذا الموضوع حاليا ليه لأن ليست لدي المعلومات التي لديهم وأنا لا أشك في وطنيتهم ولا في صحة تفكرهم ولكن أنا بما أني ليست لدي المعلومات اللي عندهم في هذه اللحظة فيجب أن أحترم قرارهم وأنتظر دي نقطة النقطة الثانية اللي أنت كنت تتكلم في الأول وده الأخطر يعني إحنا مش عايزين نتكلم في حاجة خلاص يعني إيه مش قرارها في إدنا دلوقتي إنما أنا اللي همين أنا قلت لك الوضع في سينة ده حاجة وتأثيرها على الأمن القومي وعلى الروح المعنوية لجنودنا هناك إن أنت اللي بيضربك ما انتاش ضامن مين ده اللي جنبك ولا العدو اللي قدامه ده نمر واحد الأخطر المشهد اللي شفناه مبارح وهو المبارح بتاع الأطفال اللي شايلين أكفانهم وخارجين دول بيضربوا الأمن القوم المصري في الصميم يعني أنا حددها لك بظبط احنا بقولوا إيه على مستوى العلوم الاستراتيجية بقول إيه قوة دولة الشاملة ستة قاد يزيدوا حاجة وحاجة وخلي الكلام ده ختمة لكلامنا نخليه نخليه فأنا عندي القوة العسكرية القوة الاقتصادية القوة الدبلوماسية القوة السياسية القتلة الحيوية للأرض والسكان دول كله في المعادلة بتاعته بقول زائد 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 لما أجي عندي القوة المعنوية يعني إيه قوة معنوية قدر الشعب على تحمل التضحيات في سبيل التضحيات هدفه وخبال حضرتك فأنا لما أجي الطفل بتاعي ده العمق الاستراتيجي بتاعي ده أمل بكرة وأجي أعلمه الخنوع أنه من هو الطفل شايل كفنه بإيده ورايح يقدم ويقولك هي موتة ولا أكتر أنا بفكر الناس بالأم الملكة اللي كانت زوجها توفى ملك البلاد وجات فولي العهد لسه طفل صغير فجات قالت له ديته سيف صغير كده قالت له تقدم يا ملك ديته السيف امسك سيفك فالولد بصلك السيف بص لسيف وبص لسيف أبوه لا يا أمي ولكن هذا السيف أقصى من سيف أبي بخطوة قالت له إيه قالت له يشيل كفن وامشي قالت له تتقدم خطوة يا طول السيف خطوة هو ده جيلنا العزين الربية يبقى مقدام مش جيل خنوع بيشيل كفنه على إيده معاه المواجهة رغم أن ده لولا أنه هم حاسين بأن قضيتهم خطأ وأنهم على ضلال كانوا قالوا لهم هجموا إنما ده دأي يعني وبعدين هنقول له هجم هنقول له هجم على أخوكم المسلم فبالتالي مش كلا يا فاندي من هم بيصدروا الأطفال والنساء ده منتهى الخطور على الأمن القومي أنك انت بتضمر روح المعنوية لهذا الشعب اللي زي ما بقول مهما بلغت قدرتك الاستراتيجية إذا ما ضربت الروح المعنوية ده في صفر بقى قدرتك ولا صفر هي دي المشكلة الحقيقية في هذا الموقف اللي احنا فيه الآن ده نظرتي لي ولكن زي بقول لحضرتك يا مسألة وقت بشكر حضرتك سيادة اللواء أركان حرب ناصر محمد سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية نورتنا يا فاندم جدا شكرا مشاهدين دي كانت ناعة فقرتنا أعتقد الكلام واضح وأعتقد أنه فيه ناس كثير بتسمعنا ونتمنى من قيادة بلدنا وحكومتنا ووزير دفاعنا والقايد العامل القوات المسلحة أرجوك الشعب كله بياندح على حضرتك فقرتنا مستمرة بعد الفصل على طول تابعوني